نعرف أكثر من الدمام من مرسلنا بدر الشهري بدر أهلا بك معنا قصة يعني ولا أفلام السينما كما يقال قصة خاطفة الدمام هل هناك المزيد من التفاصيل من المعطيات تكشفت أثناء التحقيقات نعم سهيب لعل طبعا شهدنا خلال شهر فبراير الماضي ظهور هذه القصة التي امتدت لأكثر من 26 عاما بعد اختطاف أول طفل كان مع هذه السيدة بدأت قصة الأطفال الثلاثة من هذا الطفل تحديدا بعدما ظهرت للسطح وتوجه المتهمة لمحاولة استخراج أوراق ثبوتية لأحد الأطفال الثلاثة بعدها طبعا كان هناك توجيه من إمارة المنطقة الشرقية لشرطة الشرقية بضرورة التحقيق في هذا الطلب الذي تقدمت به السيدة وكشفت طبعا التحقيقات معها بعد القبض عليها إلى عدم انتساب هذا الطفل أو الشاب الذي أصبح عاليا شاب لها طبعا بعد القيام بعمليات فحص الحمض النوي الدي ان اي كان هناك طبعا شبهة حول شابين يقيمان مع هذه السيدة في ذات المنزل تم كذلك استدعائهما وكذلك عمل الفحوصات الخاصة بالحمض النوي والتأكد من عدم مطابقتها مع هذه السيدة هناك طبعا كانت تحقيقات تجري باستمرار نتحدث عن قضية تزيد عن عشرين عاما صهيب وكذلك بلاغات تقدم بها ذوي الأطفال أنا ذاك لشرطة طيب هنا سؤال التالي لك بدر يعني بعد كل هذه الأعوام بعد عقود من اختطاف هؤلاء الأطفال الذين أصبحوا رجالا الآن هل فحوصات الدي ان اي تمكنت من لم شمل هذه الأسر مرة أخرى مع أبنائها بالفعل كان هناك طبعا عودة للبلاغات التي قدمت أنا ذاك تلك خلال تلك الفترة والتأكد من مطابقة المقدمية تلك البلاغات مع هؤلاء الشباب الثلاثة وتم التأكد من مطابقة الحمض النوي ونتائج الفحوصات التي أجريت لهؤلاء العوائل الثلاث طبعا وعاد طبعا الشبان الثلاثة إلى عوائلهم فيما ظلت الخاطفة يعني رهن التحقيقات التي أعلنت النيابة العامة الانتهاء منها طبعا حاليا بعد توجيه هذه التهم من المؤكد أنها ستتجه إلى سيكون للقضاء الكلمة الفصل في الأحكام التي رفعت بها النيابة العامة لتنفيذها خلال فترة المقبلة نعم طيب لكن بدر هذه المرأة الخاطفة التي أطلق عليها اسم الآن خاطفة الدمام لم تكن لوحدها في هذه الجريمة على ما يبدو ما دور بقية الأشخاص معها هنا؟ نعم كان هناك تحقيق أجرته النيابة العامة وإجراءات تمت يعني أكثر من 247 إجراءات تم اتخاذ وتخلل هذه الإجراءات 40 تحقيقا وكذلك التحقيق مع 21 متهما وشاهدا كذلك ثبت تورط خمسة أشخاص مع هذه السيدة سواء بالتواطئ في قبول شهادات غير دقيقة من ناحية نسب هؤلاء الشبان لها أو تورطهم في تسهيل عملية هؤلاء الشبان طبعا هناك الحكم الذي أصرته أو ما أقرته النيابة هو إعدام أو تطبيق حد الحرابة لثلاثة متهمين وكذلك تطبيق العقوبة المغلظة بحق اثنين آخرين نعم باختصار بدر لماذا بأي دافع قامت هذه السيدة بهذه الجريمة بخطف هؤلاء الأطفال؟ حتى الآن لا تظهر الأسباب واضحة بالنسبة لقيامها بهذا الفعل ولكن طبعا إذا ما علمنا خصوصا سهيب أن لديها طفلان ولد وشاب وفتاة يعني ينتسبان لها طبعا من أزواجها من زوجيها السابقين ولا يعرف ما هي الدوافع وراء اختطاف الأطفال الثلاثة سواء من الدمام أو من القطيف طبعا مهما كانت الدوافع فلن يعفيها طبعا من العقوبة وكذلك تطبيق القانون بحقها سواء كانت بجهل أو بأي عذر غير مقبول نعم أكيد طبعا بدر لدى المزيد من المتابعة معك شكرا جزيلا بدر الشهر مباشرة من الدمام